عقدت المحكمة الدستورية العليا مؤتمر صحفيا عالميا تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المتحدث من أحكام دستور 2014 وذلك بقاعة المؤتمرات في مقر المحكمة وشارك في المؤتمر الذي يأتي متزامنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014 كبار رجال الدولة وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كما حضر وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد إلى جانب رجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام